مجلس التعاون المشترك ونوه معاليه بأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك للوصول للأهداف المنشودة وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية التي تصب في دعم التنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم في مكتبه معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق حيث رحب معاليه بالأمين العام والوفد المرافق وأشاد بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك وخلال اللقاء تم بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات مواطنيها من جانبه أعرب معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على حفاوة الاستقبال مشيدا بدور مملكة البحرين وإسهاماتها فيما تحقق من إنجازات ومكتسبات في التكامل الخليجي المشترك شكرا